بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان محاضرتنا لهذا اليوم أسباب ورود الحديث ونبدأ بتعريف أسباب ورود الحديث فنقول في تعريفها هي المناسبة التي قيل الحديث بسبابها نعني بذلك أن بعض الأحاديث يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إما تعقيباً على سؤال أو تعقيباً على فعل أو قول حصل أمامه أو بياناً لحكم شرعي عندما يرى خطأاً من صحابي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد هذا الأمر طبعاً ليست كل الأحاديث واردة على سبب لأن كثيراً من الأحاديث يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءاً بياناً لحكم شرعي وتبليغاً لها فائدة معرفة أسباب الورود قالوا علماء أن معرفة سبب الورود يعين على فهم الحديث لأن معرفة الظروف التي أحاطت بذكر الحديث تساعد في حسن الفهم وحسن الاستنباط منه كيف نعرف سبب الورود هناك عدة طرق منها أن سبب الورود قد يأتي مع الحديث مثل حديث القلتين حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع أي ما يقصد هذا الماء من السباع والدواب فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أيضاً قد ينقل السبب في بعض طرق الحديث وليس في كلها ينبغي التنبيه هنا أنه لا بد من صحة الطريق الذي جاء به سبب الورود حتى يقال إنه سببه فإذا ورد سبب ورود الحديث في طريق ضعيفة لا يعتد بهذه الطريق ولا يعتد بأن هذا سبباً لورود الحديث مثال على سبب الورود الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار جاء في بعض طرق الحديث وهي قد أخرجها البخاري ومسلم أيضاً عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا لم يغسلوها فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً أيضاً سبب ورود الحديث يساعد في فهم الحديث لأنه يعين على معرفة السياق وبالتالي حسن فهم الحديث وحمله على ما يليق به وأيضاً حسن الاستنباط منه كما ذكرنا سابقاً قال ابن دقيق العيد بيان السبب طريق قوي في فهم معاني الكتاب والسنة من أشهر المصنفات في معرفة أسباب الورود كتاب اللمع في أسباب الحديث للصيوط هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المصنفات